عسليما عسليما مرحبا بكم في كويزين باي منو ان شاء الله تكونوا في الف خير و نعمة يا ربي اليوم اجيتكم فيديو جديد ورسات جديدة اليوم مش نعملون بعضنا غريبة الحمص كي ما قلت لكم ما زلنا متواصلين في سلسلة حلويات العيد الغريبة هذية يسر يسر بنينة متماسكة متتفترش ميش مشاققة كي ما تلاحظو بريزون تابل ما غير مكينة ما غير حتى تعقيدات اي وحدة تكون مبتتأة تنجم تعملها وبالحق رسات يسر يسر بنينة لونك اللي تزور القناة اول مرة نقول لها مرحبا بيك فضلا وليس امرت اشترك في القناة وفعل جرس بيش يوصلك كل جديد ما تنسوش بيش شجوني بجامو تعملوا لي كومنتير ويلا تواكا نبداو الوصفة مبعضنا لونك بالنسبة لي لي انا مش نعمل كمية صغيرة مش نعمل 500 جرام حمص الحمص اذيك اخذيتو حاضر بما اني مش نعمل كونتيتي صغيرة واذا كان مش تعملوا انتم كونتيتي كبيرة تنجمو تاخدو الحمص البلدي جوية دوحاتكم تعرجوها شوية وتديوها للطحونة ترحيوها كي ما قلت لكم 500 جرام دقيق الحمص عليهم 250 جرام فرينة عليهم 200 جرام سكر محور 75 جرام من شا و250 مليلتر خلط بين زيت زيتونة وزيت نباتي نجمو تعملوا زيت نباتي كهو زيت زيتونة كهو نجمو تخلطوا زبدة وزيت نباتي كي ما تحبوا انتم ما دونك خذيت الحمصة غربلتو لازم النواشفة متاعنا لكل تكون مغربلة غربلتو هو الول وتويكا مش نكمل انغربل النواشف المطبقية الفرينة والشيكرو جلاس كيف كيف ونشاء لازمنا نغربلوهم مهمة جدا المرحلة هذي باش نتخلصوا من هذك الكعبر اللي تكون في السكر المحور وقلا في النشاء لازم تكون المكونات متاعنا لكل مغربلة طبعوني طبولي زيستيوس الكل طبعوني خطوة بخطوة بش تنجحكم معكم الوصفة مجيكم مش المشاققة اه طريقة الطياب متاحها كيفش مش نشكلوها بالحق وسهلة سهلة ما حبيتش نعقدها وما حبيتش نعمل لكم اه هاكا حاجة تكون سعيبة شوية ولا حويجها كي تكون ميش موجودة عندكم في المطبخ حاولت اني نعملها اي وحدة مبتدأ ولا ما عنديش ميكينة ولا اي حاجة تنجم تعملها وتجيها ماريتو في اول الفيديو بريزون تابلو مزيانة وبالحق بنينا بنينا على الاخر بهم بعد ما كملت غربلت النواش في متاعي الكل مش نخلطهم حتى ليني جينس وما بعضها صدقوني فيسا فيسا ما حضرت ما خليتش معايا وقت وتنجمو اضافو في الكمية اذا تحبو كمية اه اكبر بالتبيعة وطويكا مش نبدأ نضيف في الزيت بشوية بشوية ردو بينا راهو النغريبة جينا مشاقة و جينا هاكيا نقولو احنا محلولة ولا نفرتحة هذيكا من كثرة الزيت ردو بينا الزيت نزيدوها هلا مراحل نزيدو بشوية ونحركو حتى لي ان تحصلوا على القوام اهو كطانوار يهولكم اه كيفاش لازمكم تتحصلوا عليه ما نزيدوش ازيد اه مرة واحدة نزيدو بشوية بشوية وكي ما قلت لكم تنجمو تعملو بالزبدة تغليوها هاكا شوية تنحيو لها اذيكا الحليب امتاحها بش ما تعد ملكمش الاحلوم بتاعكم كي بعدكا مش هيقعد لكم يصبر ازيد اه وقت ردو بينا اذا كان مش تعملو زبدة اهو كا نقعد اللم بشوية ونزيد اللم بشوية ونزيد اون برانسيب ميتين وخمسين ميلي لتر كافي ما اهو كا عينكم ميزانكم انتو ما اذا كان حصيتوها نقصة شوية ضيفو سينو اهو كاليطانواريكم كيفاش لازمها تتخدم باش تقر الزيت تمتاحها اهو كا شوفو هاكا نخلط وننزل بالا بسوابعي وكافي يدي حتى لين هاكيا وزور كيفاش زيدة نعملها بين يديا باش اه الكمية الزيت الكل تدخل في في الحمص والنواشة في متاعي الكل هاكا نقعد ونخدمو فيها بزوزي دي وعلا كي ما تلاحظو قاعدت نخدم فيها حتى لين تحصلت شوفو كي نعمل هاكيا اه بيدي اه تتكعبالي وتبدأ متماسكة شفتوها اذا ما وصلت لكمش للمرحلة هيكي منبا زيدو شوية شوية زيد سينو اهوكا كي ما وريدكم تقعدوا تخدمو فيها هكا بيني ديكم حتى لين اه توليلكم كي ما هكا اهوكا وبالنسبة للغريبة الحمص كي ما قلت لكم محنش مش نرحيوها في في الماكينة شوفو نقعد هاكيا مش انا طويكا مش نخليها معناتها ترتاح ساعتين بيش تصيدت كيف كيف تقر الزيت متاحها ومبعد اهوكا بيش وريدكم وبعديكا مش نخدمها كي ما هكا نثبتها كي ما هكا حتى لين تقر لي الزيت متاحها اهوكا لا ماكينة ولا حتى شي اذا كان عندكم الماكين تلباش كوتو تنجمو ترحيو بيها ترحيوها مرتين تقرروا لها الزيت متاحها الماكينة اللي بالكورو كيف كيف الباتر اللي عنده باتر زيدة طريقة سهلة وسريعة وفيسا فيسا ما تقرر زيت متاحها رون دي جا عندي موجودة برشا انواع متاع غريبة غريبة بريستيج غريبة بالملفوفة بالورقة الملسوقة برشا انواع غريبة حمص برج ونجمو راهو كل تعمر عليهم طلع كل مرة عطيتكم طريقة مختلفة هذي اسهل اسهل طريقة بالنسبة لي كي ما تعرفوا عندي القيس تنجمو تعملو اذا كان عندكم القيس تنجمو تعملو فيه تشكلو فيه كعيبات الحمص متاعكم تنجمو تعملو باختاها حتى متاع حكا شامية كي ما قلتلكم انا ما حبيتش انصعب عليكم عملت هالكم كي ما تلاحظو كي ما ترى اللي ما عندوش هذو ملكولة قيس ولا حتى شين ينجم يعملها بالطريقة هذي وشوفوها طريقة سهلة بالحق بسيطة وتجي كعيبات مزيانة تجي كعيبات مرتوبة كي ما هكا عندي لهنا شوية جلجلين تنجمو تعملو فيكيا في وسطة تنجمو تعملو بفريوة تنجمو تعملو لوز حتى من الفوق زادت نجمو تعملو فيكيا اهوك كي ما قلتلكم انا اليوما عملت هالكم اقتصادية وبسطت هالكم لماكسيمو شوية جلجلين وهذو ما هكا القويلة بمتاعنا اللي مش ننشكل بهم كعيبات الغريبة خضيت هكا سحين صغير وخليت فيه شوية فارينة بش نرمي فيه هكا ساعة ساعة القالو بمتاعي بش ميشدليش فيه الحمص وهوكا تخرج لي الكعيبة بيان في نيم زيانة كي ما تحظو كي ما هكا اتباق امتاعي فرشتو بابي كويسون ومش نبدأ انشكل في كعيبات الغريبة امتاعي كي ما قلتلكم شوفتوها طريقة ساهلة وبسيطة ننزلو عليها بيش هكا تبدأ تمتماسكة وشيدة روحها وتعطي هذك الشكل اللي في القالب هكا هو كي ما ريتوها طريقة سهلة برشا نشكل بالقويلة باللي عندي الكل نجمو حتى قالب يكفي معناتها بالنسبة للكم منتوما حتى قالب سيبو المفيد تعملو حويجة تكون مزيانة حويجة بنينة نظيفة وعلى عينيكا اللي وصلت معي للمرحلة هذي من الفيديو ما تنسيش تحط لي جيم فضلا وليس امرأ يديا هكا الشكل المربع زيديس المزين نجمو بعد ما تطيب بعد ما تدخلوها الفور والتيب اه تذوبو هكي شوية شوكولاتة وجيو في ذك الثقب اللي في الوسطة تنجمو تزيد وتصوبو في هكي شوية شوكولاتة زيدة تعطيكم اه منظر مزيان للغريبة الحمصم تاكو دونك اه مش نكمل كي ما هكا نشكلهم بالقويلة باللي عندي بالنسبة للفور والتيبها بالنسبة للغريبة راهي ما تحبش نار قوية مش نطيبوها على مية وخمسين درجة اه نار من لوطة ومن الفوق وكنجيو وندخلو الغريبة الحمصم تاعنا درج وسط ونغطيها من فوق كيف كيف بالبابي كويسون بيش تقعد حافظة على الكوليرم تاحا وتقعد مزيانة هده هي هكا الشكل الاوفالز دا يسر مزيان شوهو كي ما قلتلكم ردو بالكم اذا كان فوركم اه قوي باشا حتى مية وخمسين درجة للنار امتيها قوية نقصوها حتى للمية واربعين درجة هكا تضمنو اللي الغريبة متاكم تقعد محافظة على الكوليرم تاحا ما تجيكمش مش مشاققها وتجيكم كل كعيبة مزيانة ومرتوبة اهوك مية وخمسين درجة درج وسط نار من لوطة والفوق وكي ما قلتلكم نغطيوها بالبابي كويسان شوهو هده هي هكا الاشكالة متاعي اللي شكلتهم وبالحق كي ما قلتلكم حويجة سهلة خفلف ولا كمت اه اه شكلت كايبات لغريبة متاعي طوي كمش ندخلهم للفور كي ما قلتلكم يتيبو ومبعد ما يتيبو نرجو ونوريهم كم اه في الشكل النهائي اه ولا هنا لغريبة متاعي حضرت شوهو كيفاش ما نزيانها شوهو كيفاش قاعدة محافظة على الشكل متاحها ما تشققتش ما نحكي لكم شعر ريحة ريحتها ياسر ياسر بنينة وهذه يا وسطي كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وبسليمة ترجمة نانسي قنقر